سبل تجنب حرب شاملة في الجبهة الشمالية تتصدر جدول مباحثات مستشار الأمن القومي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيليين مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن هذا ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية في حين قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكين أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بضرورة تجنب مزيد من التصعيد في لبنان في ظل الحرب المستمرة بقطاع غزة المباحثات الأمريكية الإسرائيلية تأتي في وقت تحدثت فيه تقارير عن أن حكومة نتنياهو ملزمة بحسم قرارها بعد انتهاء عملية رفح في غدون إسبوعين إما بالذهاب إلى حرب واسعة مع حزب الله وإما بالاستجابة لطلب أمريكي باحتواء التصعيد وتفعيل قطار التطبيع مع دول عربية وإسلامية غزة حاضرة أيضاً في المباحثات التي تأتي في وقت تروج فيه إسرائيل لانتهاء عمليتها في رفح قريباً ما يفسر تصاعد وطيرة النقاش الأمريكي الإسرائيلي بشأن مرحلة ما بعد الحرب بمنظور خبراء في الصياق تقول الخارجية الأمريكية إن بلينكين شدد أيضاً خلال اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والتخطيط للحكم والأمن في مرحلة ما بعد الصراع العلاقة العسكرية حاضرة أيضاً في مباحثات واشنطن خاصة أنها تأتي بعد توتر بين نتنياه وإدارة بايدن على خلفية تأخير إرسال شحنات أسلحة إلى تل أبيب لكن الخارجية الأمريكية عادت لتقول إن الولايات المتحدة مستمرة في تزويد إسرائيل بالأسلحة بما في ذلك قدرات تساعدها في مواجهة محتملة مع إيران إعلان الخارجية جاء بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم مجلس الأمن القوم الأمريكي أن تغيير أولويات مواعيد تسليم أسلحة الدفاع الجوي لأوكرانيا لن يؤثر على إسرائيل